سافرة رحافة زين الدين سافرت معي عربية برحب بيكي فوشيا أهلا وسهلا فيكم عايزة تكلمينا أكتر عن مسابقة برنامج الملكة والمتصابقات اللي جوه برنامج الملكة هو برنامج الأول من نوعه بمحتوى وبفكرته في أول فرمات عربية هو تشجيع لإطلاق مبادرات إنسانية بتخدم المجتمع برنامج الملكة تشجيعا للشباب والصبايا ينزلوا على أرض الواقع لأنه أنت ملاحظة أنه بالفترة الأخيرة ثلاث ربع الصبايا والشباب عايشين بعالمهم الافتراضي على وهو السوشيال ميديا فنحن بدنا إياهم ينزلوا على أرض الواقع ويساهموا بخدمة المجتمع المدني شايفة زي فكرة البرنامج عامتا بتدي المرأة دفعة إن هي توضح أكتر وجهات نظرها وأفكارها مقارنة بجمالها وباهتمامها بنفسها وبالشاكتها إزاي؟ وممكن البرنامج يخليها توفق ما بين اللي اتنين شوفي بدألك شغلة أكيد حتوفق بين اتنين يعني هو بالحقيقة المرة لديها القدرة على أنه تعمل توازن بين كل شيء بين البيت وبين العمل وبين واشبيتها الاجتماعية أصدقاءها فأكيد بتقدر تتوفق يعني فيه فيه بتقدر أنه تكون بالشارع وبعد شوية تلاقيها هي بأحلى حالها بسهرة أو بشي مكان أنه أنت أنا عائل في بديكتوسة للموضوع أزياء ومأزياء فوشيا I know طب بإني سفيرة إزي مرأة ممكن تبقى سفيرة وفي نفس وقت ممتمية برضو يعني سفيرة مش مجرد بقى شغل لقت سفيرة يعني مسؤولة عن حاجة معينة شوفي بدألك شغلة أنا أنا بطبخ أوكي وأنا بحتم ببناتي وأنا بشتغيل وأنا بحتم بتفاصيل البيت كلياتها ومبحث أنه فيها الضغوطات هايدي ولكن عندي وقت معين أنا لازم كون فيه أعمل مثل ما بيقولوا ريلاكسيشن لنفسي لحتى تقدر تكملي بقيت الأسبوع هيدا ضروري ألا وهو التأمل الرياضة اليوغا هيدا كلياته بيعطي لكي باور مشان أنت تقسمي وقتك تكوني مرتاحة مع وقتك أهم الشي على المرأة على المرأة أنه هي تقدر أنه توازن يعني كيف تحط سكات جوال دائمة وتمشي عليه اليوم شو عندي يعني مش ضروري كل يوم لازم تطبخ أوكي مش ضروري أنه كل يوم لازم يكون فيه بروغرام للولاد بتعمل للولاد بروغرام لازم تطلعون لأ بتقسم وقتا يكون فيه تقسم الوقتا بتكون مرتاحة إنسي بتي على مدتها مسؤولة عن إطلالتك لتطلعي بيها الأزياء ولا في حد بتقولي مثلا لأ أنا رايح شوية بقوا رمي الحملة على حد تاني بقى في اللبس أكشيلي هيدا الشغلي الوحيدة اللي مش قادرة إنه رايح حالي فيها على وهي موضوع اللبس أنا كتير بحب بيهتم بكل شي تفاصيل إن كان الكلمة اللي بدي أقولها بشغلي إن كان اللبس بحب إنه أنا أكون على رأس القائمة أنا اللي بيهتم بلبسي يعني الجنب سوت النهاردة أنتي مختراها واللون كله كله إيه أكتر اللوك اللوك انتي بتفضلي أو بيبقى رايب ليكي أكتر بالألوان بالألوان وبالسطيل يعني مثلا كاجوال كلاسيك سوري بيكقولوا لكل مقام المقال سح سو بالشغل أكيد الالسطيل الالفورمال وبحياتي العادية أكيد التيبلスポار أريح يعني بشكل كتير كبير فهيذا طبيعي اخر حاجة نصيحة بتنصحي بها المرأة العربية انا بنصحها انه اهتمامك بشكلك كتير حلو الجمال كتير حلو ولكن خلي جمال الروح نشتغلي عليه اكتر من جمال الشكل عقد ما منعطي وقتنا كله لجمال الشكل خلينا نشتغل على الثقافة نسقف انفسنا من جوة نطلع اكتر نقرأ اكتر كله هيدا فيه وافادة لألا وللي حواليها لأولادها لانه الجمال الداخلي هيدا هو اللي بيبني محيطك بشكل كتير حلو وبيعطيه ألوان كتير حلوة بما انه نحنا عم نحكي عن فوشيا